أكثر من 120 معادلة حسابية خلال 12 دقيقة فقط مهمة صعبة لكن لم تكن مستحيلة على أكثر من 200 طالب شاركوا بالمسيبأة السنوية الثانية لبرنامج بريني كيدز بحضور ممثل عن قائد الجيش اللبناني وممثل عن القائم بأعمال السفارة العراقية بلبنان وحش التربوي طلاب يلي اشتيقوا للمسيبأات الحضورية وروح المنافسة أثبتوا جدارتهم وحصلوا على جوائز معنوية ومادية كثير تعبت لأوصل لهون وكثير ما بسببتها لازم تدلكم عم تتدربوا إنه لو شو ما كان تحقيق التعب اللي أنا اشتغلت كثير لقدر جيبه وشي واحد بيفتخر فيه الحساب الزهنة عشان إنه بس يكون عنا شي بالمدرسة إنه بصابقة حساب شي أحسب على حساب الزهنة عشان سر أحسب أسرع حتفيدني مستقبلي وراح أشارك بالدول هواية وراح تفيدني آني بمستقبلي ومنها رح أكبر رح أذكر إنه أنا شاركت بهواية مسابقات دولية القيمون على المسابقة أسقطوا علم الحساب الزهني الموجود بالشرق الأقصى على الشرق الأوسط واتفاجأوا بقدرات المشاركين يلي ما بيضاه فقط القدرات بالخارج بل بتتفوأ عليها أيضا وهالنوع من المسابقات بيسلط الضوء على أهمية انخراط الطلاب منذ صغرهم بالبرامج التعليمية المهاراتية هدف المسابقة مش إنه ينمي قدراته الذهنية فقط لغير هدفه إنه يتعامل مع ضغوط الوقت بنعرف كلنا سواء إنه الطلاب بيوصلوا لمرحلة قد ما كانت قدراته الأكاديمية عالية جدا بينهاروا أمام أول امتحان بيخضعوا له فهدف هذه المسابقات إنه نحن عامل أوي شخصية الطالب عامل خليهم يعرفوا يتعاملوا مع ضغط الوقت يعرفوا يكون عندهم ذهنية تحل المشكلات وهذا الشي اللحظناه من خلال ثئتهم بنفسه العالي اليوم كل طلابنا نحن عندهم قدرات كامنة بداخلهم إنما بحاجة لستراتيجية المناسبة لتطوير هذه القدرات هذه القدرات مع الوقت تفقد إن لم تسقل بالطريقة الصحيحة وبين بيروت وبغداد نقاط مشتركة عديدة لسيما على الصعيد التربوي جلد بمشاركة 22 طالب عراقي في بغداد وفي مجموعة المدارس الملكية نبحث دائما عن التعليم الحديث والتكنولوجيا الحديثة الحساب الذهني معروف لدى الجميع أنه هو من ضمن هذه البرنامج اللي ممكن اللي يبحث عن التعليم الحديث يعتمد هذه البرامج فلهذا تم اختيارنا ومشاركتنا بهذا المهرجان الرائع بيروت بتجنن بتجنن في كل شيء في شعبها في أماكنها في مناطقها رغم الظروف الصعبة اللي يمرون فيها بس تبقى بيروت جميلة وتبقى باريس العرب هذه السن اقتصرت المشاركة العربية على العراق لكن المفاجأة هي استضافة لبنان للبطول العربية بالحساب الذهني للعام 2024 بمشاركة عدد أكبر من الدول وبرعاية ومتابعة مباشرة من رئيس المنظم العالمي سنغافوري شكرا